يه مانش عارف الااذهة الملح هو اللاله صبرتشوف ندوق مم بنينا خستها غي شوية ملح هاي وا هه كره علامة بنوعل ايها الكلام ويعطيه واحدة منها كنت اه كنت تمسي او ياخرته او ياسيام يروح وانا استقبال اتصال الان حالو نعم ويش ميسو اخويا متفاضل الاخت كيرا أخويا والله الحمد لله وأنتي عني صاف أبا أخويا لماذا واش خصك يا قلبي خصه موليه أستغفر الله أستغفر الله يا الأخت علاش راكي تتصلي بغيت سقسيك شمس أخويا أنعم تفضلي دول كنت نطي في الحريرة أين كنتي في المطبخ لا كنت في الدوش أستغفر الله هاو باين في خزينة أخويا مالك أكميلي أكميلي أيو بلا منع بشرة مغرف ملعقة واحدة بناتنا أخويا زيت مغرف الزوجة يعني شوابتين ملعقتين من شربة أفريق لا قلت لك حريرة مشي شربة أفريق ثم أنا سلغوا بتقولوا حويوة أكميلي أكميلي قلت لك زيت مغرف ملعقتين فقط لا زيت زوجوة أخرين وثلاثة والله ما حسين يعني نسيتي كم من ملعقك واه يادرا كي بنت لك راني فاطرة ولا سايمة دوكن جاوبك الأخت بقي معنا سائلة تقول أنها كانت تحظى والحويوة كما يقول الناس الغوب وانسات وبدأت ملعقة تضمن ملعقة ثم تفطنت أنها سائمة الجواب هو أيتها الأخت ضعي الحويوة في الطاولة وجيبي قاوة ماء والخبز كم لي في طاولة ترجمة نانسي قنقر